عايزين نعرف نستعد ازاي بقى؟ يعني مدياً ونفسياً تبتدي الأول بالفلوس ولا بالمعنويات؟ نبتدي مدياً نبتدي مدياً نبتدي مدياً الأول طيب طبعاً كل أسرة بيهمها تعرف إيه الميزانية اللي هتعملها لرمضان يعني الميزانية دي بتبقى حملة قيل جداً على رب الأسرة إنه هو حاسس إنه هو داخل على أزمة كبيرة جداً في رمضان مشتريات وعظومات وحاجات كتير قوي فأول حاجة أنا لازم أقسم الميزانية بتاعتي لتلاتة حاجة خاصة بيه المشتريات الأساسية أو الحاجات اللي أنا لازم أنزل أشتريها زي هشتري قد كده لحمة هشتري قد كده فراخ روز حاجات الأساسية اللي أنا هشتريها وجزء تاني أنا هسميه الجزء الخاص به العزومات أنا عاملة برجت أو عاملة ميزانية معينة للعزومات قد كده مش هعديها عشان أبقى فهمة أنا ميزانيتي رايحة فين وجاية منين وفي جزء تالت بقى أنا هسيبه ده على الجنب هنسميه الصداقات أو الزكاة أو الحاجات اللي هنطلحها الزيادات في كل بيت طب بس هو الدكتور رافض في بداية الحلقة قال لنا نعمل ظرف كل أسبوع رائح ماشي أربعة ظرف والظرف الخامس ده اللي هو للطوارئ دلوقتي أنت بتقوليه دلوقتي أبتدي أحط الأساسيات الحاجات الأساسية والحاجات المهمة هل كل ظرف في أساسياته بتاعت الأسبوع؟ ولا أنت ليكي وجهة نظر تانية خالص؟ لا أنا ليه وجهة نظر تانية ولا حاجة هو كلامه صحي جدا هو عادة إحنا بنقسم أي فلوس مفوت جلنا بنقسمها لثلاث حاجات أساسيات أوكي والأساسيات دي ممكن يشمل فيها العزومات وجزء تاني خاص بالصداقات أو بالهدايا أو الهبات وممكن نعمل جزء خاص بالاحتياطي اللي هو الجزء الاحتياطي ده اللي هنشيره على جنب إن كيس إحنا الزناء أنا أوخي لا الاحتياطي ده إحنا عندنا كمصرين ما بيحصلش وما بنشوفوش أصل يعني حتة الاحتياطي وحتة الطوارئ كمان ما بنشوفوش برد أنا لو أنا عادخل رمضان من غير ما أنا حطى ميزانية للعزومات أو ميزانية للمشتريات موضوع هيفتح مني ده وفيه ناس بتطلع من رمضان ما ديونة نتيجة إنها استلفت علشان تعمل عزومة وأخد الدين ودخلت في جمعية علشان تقضي بس مصاريف رمضان نعم ويستلف ويبوز ميزانية كلها عشان يعمل عزومة لمعرفش مين في رمضان طب إيه؟ فأنا كده المعنى دي بقى مش الأساسية خالص دي بقى العشوائية اللي أنا بتكلم عليها دي العشوائية اللي أنت بتقولي عليها لكن إحنا لازم نبقى عشان كده لازم نقسم في رمضان بالذات هنحط الجوزي اسمه العزومات علشان أنا أبقى عارفة أنا ابني عايز يعزم صحابه وجوزي عايز يعزم صحابه وعندنا عزومة أهلنا وعزومة صحابنا المشتركين فهتلاقي الموضوع هيفتح منك وفيه في النص عزومة أنت ما كنتش وغدا بالك منها عايزة تردينها والله الراجل طيلوبة وحنين وغلبان لو على الراجل أنت بتقولي إيه إيه يا صحاب الراجل لو على الراجل هيفتر في مائدة الرحمان لجنب البيت المنكتر اللي بتدخل عليه دي يا ستي متازمين وبعدين أمي هتاكل عشرة جواز فراخ على حمام على بط أمي هتاكل دي عدها السكر يعني جلها في نوعية العزومات وأنا المفروض أحط إيه على مائدة العزومة أو يعني إتيكيت العزومة نفسه ده ليه إتيكيت وليه تفاصيل هحط إيه والأكل إيه بس خليني أخلص الأول الجزء المعنوي بقى اللي هو كانت جزء تاني من السؤال مديا ومعنويا لا إحنا هنوقف عند مديا لسه مديا لا نوقف عند مديا للأول حرام يعني أنا النهاردة جاي دفع الرجالة والله طيب يوم مديا بنتكلم على الأساسيات وبنتكلم على الأولويات وبنتكلم على الحاجات العشوائية اللي فينا اللي بتخلينا نصرف فلوس كتير جدا ملهاش أي تلاتة لازم دي حقيقة وأنا بعمل زيكم وجاية النهاردة إن أنا هبطل العادة السيئة دي إن إحنا نصرف ببعزقة وعشوائية